الشاميونز اللي يجي لو تدي بيب جورديولا كم من عشرة على قدرته للماتش النهاردة نفس السؤال المهجه لإسلام أنا بشوف من الظلم دايما الحكم على مدرب من مباراة يعني وخاصة أنه المباراة النهائية دي مباراة اللي هي دايما المقولة معروفة تكسب ولا تلعب وحتى لو مستوى الفرق اللي قدامك هي مستوى أقل بس هي في نهاية بتقاتل على كل كورة وما بيسيبش كورة لما بيخش وبيندفع وشوفت لعبة انتر يبدأ ايه قوية في المباراة ممكن لعيب بره المود ممكن ناردة دي بروينة إصابة زي ما حصل في نهاية تشيلسي يلغبط لك الدنيا كلها فمن الظلم أو أن أنا أدي جورديولا يعني رقم على مباراة يعني مدرب بالعظمة دي مفرقة على فكرة كنت أكلم معك قبل الهواء مفرقة أن دي بروينة ينصب في النهائي النهاردة والنهائي بتاع تشيلسي كمان بالزبط من سنتين بالزبط يعني جورديولا مدرب عظيم مدرب من أفضل مدربين في تاريخ كورة القدم وحرفيا نقل كورة القدم بشكل تاني النهاردة العالم كله بيلعب تكيتا كان العالم كله بيبني من تحت النهاردة أنت بتشوف تغيير في طبيعة اللعب خلاص لعب قلب يدفع بقى بيلعب وسط ملعب بقى بيلعب بتلاتة وراء تأكد أن العالم كله هيمشي وراء جورديولا خلال السنة الجاية وهتشوف الأفكار اللي طبقها خلال الجزء الأخير من الموسم هتطبق السنة الجاية قال إن كورة القدم قبل بيب جورديولا كانت حاجة وبعد بيب جورديولا بقت حاجة تانية بالضبط هو واحد من المدربين اللي غيروا في مصار كورة القدم ونهاردة بيب جورديولا هو بياخد دوري الأبطال بعد الحجبة بتاعته بتاع باشلونة الإعجازية واللي كان كله بينسي بالفضل فيها الليون الماسي وكان عقدة بالنسباله إنه هو عايز يخرج من عباقة إن أنا المدرب اللي كان بيكسبني ماسي ويا شاء القادر إن نهاردة الناس كلها بتتكلم قد إن هالند هو الفرق قوي مع منشستر سيتي فهالند لا بيسجل صدريا بمدريد ولا بيسجل في الفاينل موسيقى